تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان نظمت شركة يوسف بن أحمد كانو حفلة تدشين توزيع القرآن الكريم بطريقة برايل على ذوي الإعاقة البصرية في بيت كانو للضيافة بحضور كبار عائلة يوسف بن أحمد كانو وعدد من مسؤولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضاء مجلس إدارة المعهد السعودي البحريني للمكفوفين وعضاء مجلس إدارة جمعية الصداقة للمكفوفين إيمانا بالدور الذي يقومون به في المجتمع يحظى أصحاب ذوي العزيمة بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص بكل الرعاية والاهتمام في أسما قيام التكافل والتعاضد الاجتماعي الذي يدعوننا إليه ديننا الإسلامي الحنيف وما يليه دستور مملكة البحرين والتشجعات الوطنية من اهتمام خاص به اليوم هذا مشروع يعبر عن نفسه بنفسه يعني هناك بعض الصعوبات التي يعاني منها المكفوفين في قراءة القرآن وحفظ القرآن مصحف الشريف فهذه المبادرة اليوم يعني مبادرة رائدة اجتماعية إنسانية دينية تساعد كل كفيف على حفظ القرآن وتلاوة القرآن بطريقة برايل وهذه وتقديم مصحف مجاني لكل كفيف حقيقة مبادرة إنسانية كبيرة نكن لها كل التقدير واحنا نعول ونعتمد على الشراكة بين الجهات الرسمية والجهات الأهلية والعوائل الكريمة لتقديم مثل هذه المبادرات وهذه المبادرات الناجحة هذه المبادرة بدت من قبل سبع أو ثمانية هالشهر كنا قاعدنا في مجلس الإدارة وكنا نناقش شنو ممكن نعمل للمجتمع البحريني شيء غير العادي فاستفسرنا من قبل المسؤولين اللي عندنا بالشركة شنو ممكن نعمل شيء مميز فخطر على بالنا أو عمل لنا إلا دراسة عن نعمل مصحف للمعاقين بالذات للفوفين بالبريل فاستفسرنا فالحمد لله لقينا شركة بأحدى الدول المجاورة جولة الشقيقة المجاورة والحمد لله تواصلنا وياهم وطبعا هالمشروع خد تقريبا أربعة تشهر لما احنا استلمنا المصاحف واستكمالا للنهج الاجتماعي والإنساني ارتأت شركة يوسف بن أحمد كانو تقديم خدمة مميزة لذوي الإعاقة البصرية وهي الأولى من نوعها في مملكة البحرين لتعلم القرآن الكريم بطريقة وأسلوب برايل من أجل تعويضهم عن فقدان نعمة البصر إذا شفت العرض الفيديو هذه صحيح أنا عندي ولدي وفي المدرسة يعطونا مثلا مثل ما يقولون الآيات القرآنية عشان يحفظها ويبتدي يسمعها فأنا أحتاج أني أنا أكون معاه متابع أول بأول عشان أشعر باستغلاليتي يعني أنا مستقل بنفسي أني أنا قادر أربي عيالي أحفظهم القرآن أنا نفسي أحفظ القرآن وبالتأكيد الدولة العاقة البصرية جزء من هذا المجتمع بحاجة لهذه الثقافة وبحاجة لهذا الكتاب للتواصل معه ومثل ما أكدوا الأخوان أنه ليه تأثير كبير على حياتنا وهذه بادرة يعني تستحق مننا التقدير والثناو مفهوم الشراكة المجتمعية أصبح ممارسة وقعية وسلوكا حضاريا ونموذجا حيا للمواطنة الحقة النابعة من قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن بقيادات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه فكانت البحرين الرائدة في هذا المجال والسعية دوما إلى التطوير في الخدمات للمجتمع وهو من عكس على روح التعاون مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم سرين عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين